التخالف العربي وبقيادة المملكة العربية السعودية قاموا بتوجيه ضربات مدمرة وساحقة ضد الأذرع الإيرانية المتمثلة بميليشيات الحوثي يوم أمس وتفاصيل هذا الأمر هو كل تم في هذه النقطة تقريبا التي تمثل هي مدينة مأرب هذه هي الأراضي اليمنية هذه هي مأرب وهذه هي صنعاء طبعا مأرب تسيطر عليها الحكومة الشرعية اليمنية وكذلك قوات المقاومة الشعبية اليمنية المتمثلة بعدد من القبائل المهمة الموجودة في اليمن وصنعاء طبعا هي التي يسيطر عليها الحوثيون مناطق السيطرة بالنسبة للطرفين هي تبدو بهذا الشكل مبدئيا بين الطرفين وبالتالي هذه المناطق هي سيطرة الحكومة الشرعية وهذه المناطق هي سيطرة الحوثيين كما تحدثنا الجبهات المشتعلة الآن هي تأتي بهذه النقطة أولا التي تمثل منطقة اسمها العالمين وكذلك تقدم بهذا الاتجاه إلى مأرب في محاولة للسيطرة على مأرب لأخذ مكاسب مهمة جدا استراتيجية النقطة هذه هي طبعا تمثل صرواح مكان موجود هناك في اليمن بالإضافة إلى ذلك هذه الجبهة المهمة المتمثلة بالتقدم على جبل البلغ الاستراتيجي وكذلك هناك جبهة أخرى بهذا الاتجاه هم يحاولون التقدم بها الحوثيون طبعا فلذلك هذه الجبهات المشتعلة وما حصل يوم أمس هو في هذه النقطة اللي هي جبال البلغ الاستراتيجية وأصلا أكثر جبهة مشتعلة هي هذه الجبهة دعونا نقترب منها لنتعرف على التفاصيل وطبيعة الضربات وما جرى في هذه النقطة بالنسبة للحوثيين خطة الحوثيين هي ببساطة دعونا نتقدم دعونا نسيطر على هذا الجبل اللي هو جبل البلغ الشرقي وبعد ذلك نسيطر أيضا في نفس الوقت على هذه النقطة الفاصلة بين الجبلين التي تمثل منطقة اسمها أيضا الفلج وبعد ذلك نتوجه إلى هذه النقطة المتمثلة بجبل البلغ الأصوت وبعد ذلك الأوسط عفوا وبعد ذلك نكون على بعد عشرة كيلومترات أو أقل من مأرب للسيطرة عليها وتصبح مأرب طبعا تحت المطرقة بالإضافة إلى طبيعة التقدم من هذا الاتجاه فلذلك هذه الخطة ببساطة ولا يستطيعون مثلا السيطرة على جبل البلغ الشرقي فقط ويقومون بعملية تجاه الجبل البلغ الأوسط بسبب أن عملية الإمدادات التي ممكن أن يأتون بها عبر الفلج ممكن أن تتأثر كثيرا وممكن للجيش اليمني وكذلك جبهة المقاومة الشعبية ممكن أن تضربهم كثيرا فلازم يسيطرون على هذه النقطة إلى التقدم ولكي يحققوا تقدما إيجابيا الآن اللي صار يوم أمس في هذه القضية فعلا الحوثيون يعني تقدموا بهذه الاتجاهات هم تقدموا وسيطروا في الأيام الأخيرة على جبل البلغ الشرقي تقريبا إلى هذه النقطة مع التقدم بهذا الاتجاه مع التقدم تجاه نقطة الفلج التي تحدثنا عنها من أجل الإطباق على جبل البلغ الشرقي والانتقال إلى جبل البلغ الأوسط ولكن اللي صار والمفاجئة جاءت من المملكة العربية السعودية بكل قوة يوم أمس وبمباغة هائلة جدا بخمسة وثلاثين غارة من قبل المملكة العربية السعودية ضربت هذه الميليشيات ميليشيات الحوثي ضربتها على عدد من المستويات قامت بضربة في هذه الصحراء التي تسمى صحراء العرف وكذلك هذه الصحراء اللي هي صحراء الرملة ووجهوا أيضا ضربات باتجاه هذا الجبل وكذلك بأن الجيش اليمني والقبائل اللي هي طبعا تعتبر المقاومة الشعبية اليمنية أيضا كانوا في كمين يعني يصطادوا الحوثيين في كمين هائل جدا وأسقطوا قتلى كثيرين يوم أمس بين ميليشيات الحوثي نتحدث عن 200 قتيل بحسب وكالة الأنباء السعودية وأحراق 21 عجلة فقط من هذه الضربات التي جاءت من القوات الطيران للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك أن الأنباء والمصادر التي جاءت من الحوثيين تحدثت عن تشييع ما يقارب 75 من الجثث للحوثيين على مستوى صنعاء وحج وإب هذه محافظات مهمة موجودة طبعا في اليمن بالإضافة إلى ذلك أنهم أيضا قاموا بثلاثة غارات بالجهة الأخرى اللي هي الجانب الغربي أو الساحل الغربي لليمن ضد الحوثيين وقتلوا أكثر من 15 من الحوثيين وبالتالي الذي تم الآن والنتيجة التي تمت هي انقلاب في الموازين واضح جدا حتى هذه اللحظة الآن الجيش اليمني مسيطر تماما والحكومة الشرعية على جبل البلغ الشرقي وجبل البلغ الأوسط وبالتالي الآن مأرب هي مؤمنة حتى هذه اللحظة ولكن هل هذا يعني بين الحوثيين سيتوقفون عن الهجوم؟ لا أبدا بل إن هناك إصرارا من الحوثيين على عملية الاستمرار في مهاجمة جبل البلغ الشرقي بهذا الاتجاه ومحاولة السيطرة أيضا على الفلج ولذلك المعارك لا زالت مستمرة ومحتدمة وهذه أكثر جبهة مشتعلة المثير بأن هذا التصعيد الذي نتحدث عنه من هجمات للحوثيين ومن ضربات للمملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه هي أيضا يقابلها تصعيد على المستوى العسكري من قبل إيران بشكل مباشر تجاه إسرائيل وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه التهديدات التي نشرت من يوم 8-12 قبل أيام قليلة الإسرائيليون أكدوا بأنهم بدأوا يتدربون على عملية ضربة موجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستتدرب معها على هذا الأساس الإيرانيون يوم أمس قالوا في حالة يا أيها الأمريكيون ويا أيها الإسرائيليون في حالة فشلت المفاوضات النووية التي تعاني ما تعانيه الآن وتم استهداف المنشآت النووية بطائراتكم بأي طائرات الأف خمسة وثلاثين أو غيرها وضربتوها فستتم عملية استهدافكم وضربكم من خلال قاعدة اسمها قاعدة كرمن شاه بهذه النقطة موجودة على الحدود الإيرانية العراقية لأنها هذه الحدود هي الأقرب إلى إسرائيل بشكل مباشر يعني مسافتها إلى القدس هي تصل إلى 1130 كيلومترا تقريبا وكما نعلم بأن الصواريخ الباليستية الإيرانية تصل إلى 2000 كيلومتر أي أنها تغطي إسرائيل بالكامل وعلينا أن ننتبه بأن هذه القاعدة قاعدة كرمن شاه هي سبق وأن ضربت قاعدة عين الأسد انتقاما للجنرال الإيراني قاسم سليماني وعملية الاختيال التي صارت في مطار بغداد الصواريخ التي أنطرت قاعدة عين الأسد كانت قادمة من هذه النقطة وكذلك هذه القاعدة أيضا تم استخدامها بالصواريخ الباليستية وضربت هذه النقطة تقريبا التي تمثل دير الزور في عام 2017 وكذلك يجب أن ننتبه هي لا تبعد كثيرا عن قاعدة الحرير بهذا الاتجاه تقريبا بما يقارب 350 كيلو مترا وبالتالي هذه القاعدة تغطي الكثير من المناطق وليس هذا فحسب بل أن الإيرانيون أعلنوا بأنهم أرسلوا هذا الرجل منذ اللحظة الأولى للتهديدات الإسرائيلية والأمريكية من أجل توجيه ضربة ضد المنشآت النووية هذا الرجل هو أمير علي حاجيزادة هذا أعميد إيراني مهم جدا وقائد قوة الجو فضائية في الحرس الثورية الإيراني ويطلقون عليه في الداخل الإيراني برجل الجبهات الصعبة هذا الرجل الآن هو موجود في هذه القاعدة بشكل مستمر ينتظر ساعة الصفر من أجل القيام برد سريع في حالة تعرضوا إلى أي عملية هجوم على المشآت النووية على أقل تقدير دعونا نتعرف على قاعدة كرمنشاه قليلا لكي نتعرف عليها أين هذه هي القاعدة ولماذا لا تستهدف مثلا أولا هذه مدينة كرمنشاه التي ترونها القاعدة هي موجودة في الجبال هذه هي الجبال التي هي تقريبا موجودة بها القاعدة تحت الأرض وهناك عدد من البوابات أبرز من هذه البوابات لهذه القاعدة تقريبا تأتي في هذه النقطة كبوابة أولى دعونا نأخذ صورة أوضح البوابة الأولى هي تأتي بهذا الاتجاه البوابة الثانية بهذه النقطة ومنصة إطلاق الصواريخ من تحت الأرض تنطلق دائما من هذه النقطة بين الجبلين دعونا نذهب إلى هذه البوابة ثم إلى منصة الإطلاق ثم إلى البوابة الأخرى هذه البوابة أولا إذا اقتربنا منها سنلاحظ بأنها تبدو بهذا الشكل هذا مدخل وهذا مدخل ولكن إذا عدنا إلى شهر الواحد لعام 2021 أي بما معنى هذا العام سنلاحظ بأن هناك نشاطات تجري هناك عربات تتحرك دعونا نقترب من هاتين النقطتين الآن سنلاحظ بأننا أمام عربات تحمل صواريخ باليستية هذا هو صاروخ باليستي وهذا صاروخ آخر كما ترون دليل على أن هذه القاعدة هي موجودة في هذا الجبل كما تحدثنا كذلك إذا ما ذهبنا إلى أحدى المقابلات التي قام بها هذا الرجل اللي هو أمير علي حاجي زاد اللي هو الموجود الآن ويدير هذه القاعدة هذه المقابلة وهذه اللقطة تأتي من عام 2014 هذا الرجل بهذه النقطة إذا ما أخذنا عددا من الملاحظات مثلا هذا الجانب من الطريق المرتفع الجانب الآخر المرتفع بهذا الاتجاه يوضح بأن هناك طريق بهذا الاتجاه وكذلك جانب مرتفع آخر يبدو خلف هذا الجانب بالتالي توضح بأن الطريق يسير بهذا الشكل وكذلك بأن هذا الطريق هو واضح بأنه مغلق مع هذه الجبال المرتفعة سنستطيع من التعرف بسهولة بأنه يقف أثناء هذه المقابلة في هذا الموقع وفي هذه البوابة التي عرضناها لكم الآن واضح جدا هذه هي النقاط التي تحدثنا عنها الجوانب المرتفعة للطرق بهذه الاتجاهات هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه الذي يأتي بهذا الشكل وهذا هو الطريق المغلق وهذه هي الجبال وبالتالي أمير علي حاج جزادة كان مواقفا بهذا الاتجاه وهذا ما يوضح بطبيعة المداخل وهذا المدخل المهم بالنسبة لهذه القاعدة كذلك دعونا نذهب إلى منصة إطلاق الصواريخ كما تحدثنا هذه المنصة من هذه النقطة بين الجبلين من تحت الأرض الصواريخ الباليستية تنطلق دعونا نقلب هذه الصورة قليلا لكي نتعرف عليها قليلا مع ملاحظة ملاحظة مهمة جدا بأن هذه النقاط إذا ما ركزنا عليها بعض المتغيرات على الأرض وكأنها طريق بهذا الشكل وكذلك هذه الجبال وقارنناها بصورة تأتي من هذه القاعدة واحدى اللقطات للصواريخ الباليستية وهي تنطلق باتجاه دير الزور في عام 2017 سنلاحظ ببساطة بأنها متطابقة تقريبا إذا ما جينا هذه هي العلامات اللي طبعا وضحناها لكم وكذلك هذا هو الجبل والصواريخ تنطلق بهذا الاتجاه وبالتالي واضح جدا هذه هي منصة إطلاق الصواريخ لهذه القاعدة اللي هي قاعدة كرمن شاه المهمة للصواريخ الباليستية الإيرانية أما البوابة الأخرى فهي تأتي بهذا الاتجاه هنا البوابات كما ترون هنا عمليات توسيعية دعونا نقلب الصورة قليلا لكي نلاحظ هذه هي البوابات والمداخل بالنسبة لها هناك توسيع مستمر بحسب الانتلاب وضحوا هذا الأمر قبل شهرين تقريبا أو حتى في شهر تسعة تحدثوا عن عملية توسيع كبيرة تجري هنا ولكن بالحديث عن العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل القيام بها هناك معلمة مثيرة اليوم أثارتها صحيفة إسرائيلية اسمها يدعوت أحرانوت هي متعلقة بهذه الطائرة اللي هي بوينك كي سي ستة وأربعين هذه طائرة تعمل على عملية الإرضاع الجوي طائرة أمريكية مهمة جدا وهي لديها المقدرة في عملية الإرضاع الجوي للعشرات من الطائرات وكذلك تستطيع الطيران لمسافة أحد عشر ألف كيلومتر وكذلك تطير لدعش إلى اثنعش ساعة طائرة رهيبة جدا ومهمة جدا والإسرائيليون بحاجة ماسة لها هذه الطائرة شنو مشكلتها بالنسبة للإسرائيليين الآن بحسب يدعوت أحرانوت أكدت بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وسوت أوردر واشترت أربعة من هذه الطائرات ولكن المشكلة بأن الديليفري وعملية إيصال هذه الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل ستتم في عام 2024 الآن الإسرائيليين طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية بما أنك أيها الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لنا ولم تعرضي في ضرب إيران في حالة تصاعدت الأمور النووية حتى نقدر نضرب ونحصل على الإمدادات الكافية نرجو منكم أيها الأمريكيون تسليمنا على الأقل طائرتان في عام 2022 ولكن المثير بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت وهذه خطر وهذا يعتبر خطر كبير جدا بالنسبة لهم ومشكلة عسكريا لأنهم يريدون استبدال طائرات الإرضاع الجوي التي يمتركونها اللي هي وصلت بحسب التقارير عمرها إلى خمسين سنة أو حتى أكثر وهذا اللي أكدت طبعا الرفض الأمريكي أكدت يدعوت أحرانوت بهذا الشكل المثير بأن المفاوضات النووية يعني تعيش ظروفا مضطربة للغاية هذا الرجل إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني هذا الرجل يوم أمس قام بتقديم ميزانية إيران لعام 2022 على أساس أن العقوبات مفروضة ولن يكون هناك نجاحا للمفاوضات النووية وهذا يوضح بأنه ليس هناك تعويلا إيرانيا على أي نجاح بأي شكل من الأشكال لهذه المفاوضات النووية وننتظر ما الذي سيجري ومن سيخضع وهل سيخضع أي طرف من هذه الأمريكية اشتركوا في القناة